ردود فعل عديدة خلفها الهجوم الذي طال منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء بدأت ببيان وصف بالمبطل لمجلس الأمن الوطني والذي تحدث عن ملاحقة من سماها الجماعات المجرمة وأنه لا أحد فوق سلطة الدولة قبل أن يظهر الكاظمي بنفسه متحدثا عن معرفته بمنفذي الهجوم سوف نبحث عن الجنات ونعرفهم جيدا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا وسوف نصد لكم بكل تأكيد يكرر الكاظمي عبارة أنه يعرف الجنات وبالطبع فالجميع يعرف أن شركاءه الذين انقلبوا عليه بعد إعلان نتائج الانتخابات وحشدوا عناصر ميليشياتهم عند بوابات المنطقة الخضراء هم من يقفون وراء العملية لكن السؤال الأهم يدور حول قدرته على محاسبتهم كما وعد لا سيما وأن بعضهم قد هدد علناً وبلهجة حادة كما فعل زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وزعيم ميليشيا بدرهاد العامري قبل ساعات من الهجوم البيانات الدولية التي استنكرت الهجوم جاءت في سياق الدعوة إلى التهدئة وتجنب التصعيد كما هو الحال في البيان الأممي الذي دعا إلى حل الخلافات من خلال الحوار في محاولة لتطبيع الأوضاع الشاذة التي يعيشها العراق مع معرفة المجتمع الدولي بتلك القوى التي تمارس حالة من الاستقواء عبر سلاحها المنفلت الذي صار يستخدم للحصول على مكاسب سياسية بعد أن استخدم مراراً في السابق ضمن أجندة إيران في صراعها المصلحي مع أمريكا على أرض العراق وبينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تكلف فريقه الأمني الخاص للتحقيق في الهجوم يؤكد مراقبون أن تصعيد الميليشيات في العراق يأتي أيضاً كورقة معهودة تستخدمها طهران بالتزامن مع عودة مفاوضات ملفها النووي إلى الواجهة وحرصها على رفع سقف مطالبها من القوى الدولية وفي مقدماتها واشنطن ويتوقع متابعون أن يستثمر الهجوم سياسياً لصالح الأحزاب الفائزة في الانتخابات عبر تثبيت النتائج مستفيدة من حالة الاستنكار إزاء تصاعد خطورة سلاح الميليشيات واستعماله في أي خصومة حتى ولو كانت مع الشركاء السياسيين الذين ساهموا بتشكيلها